أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من القرآن دراسة وتحليل الحلقة دي هي الجزء الثاني من الحلقة اللي فات اللي هو جزء الأولاني الجزء الأولاني كنا بنتكلم عن حفص برضو جزء هنتكلم عن حفص يعني جزءين بنحلل مين حفص ده كان الجزء الأولاني الجزء الثاني هنشوف مفاجأة تاني طيب الحفص ده إيه زي ما قلت في الحلقة اللي فاتت حفص ده اللي اتاخد منه برواية يقولك المصحف ده برواية حفص ده مكتوب كده لو سمحته تبقوا تقروا شوية في الحاجات اللي مكتوبة في الحواشي وفي الآخر أو في ساعات في المصاحف بتبقى في الأول و ساعات في المصاحف بتبقى في الآخر رواية هذا المصحف كتب هذا المصحف وضبط على موافق رواية حفص ده اللي احنا شخصي ده اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي الأخي مالك هيقول لنا خلصنا ايه في الحلقة اللي فاتت أهلا بك يا أخي مالك فرحة فعلا كان الحلقة الماضية مشوقة لناحية اني اطلعنا كيف اني حفص الذي نحن اليوم نقرأ القرآن على روايته في أغلب العالم العربي والإسلامي حفص للتسكير فقط هو ولد سنة تسعين هجرية نهاية القرن الأول الهجري بداية القرن السامن الميلادي أو في قرن السامن الميلادي أولا كان شخص له قرابة معينة في عاصم استاذه حفص نقلنا القرآن نقلنا عن شخص اسمه عاصم اسمه برضو هنا في المصر نعم حفص عن عاصم فاستاذه عاصم كان له صلة قرابة عنه تلقى القرآن أو عنه تعلم القرآن ونقل له للآخرين ولكن لاحظنا أن حفظ وثير حوله مجموعة من الأسئلة قالوا أن حفظ هو جدير في نقل القرآن كون أنه يتمتع بحافظة أو ذاكرة جيدة أنه يضابط لها ولكن على الجانب الآخر التهم يحفظ بأنه في علم الحديث أولا التهم بأنه مهمن بمعنى لا يتابع التعليم بشكل جيد التهم أيضا بأنه يختلق الحديث التهم أنه كان يكذب ويختلق الحديث التهم بأمور خاصة بشخصيته والأخطر أنه كان كذب يضل الحديث وحتى البعض الآخر شكك بأنه ربما كان ليس هو الأفضل من نقل قراءة حفظ قالوا لا يوجد شخص آخر اسمه شعب ابن عياش هو يمكن أن يكون أكثر جدارة في نقل القرآن فإذا استخلاصنا بأن حفظ يوجد علامة استفهام كبيرة حول شخصيته طب ممكن سؤال كده في النص كده طب ليه ما خدوش من شعب ابن عياش اللي هو أكثر حفظا منه لأنه في اتجاهها من أصحاب علوم الحديث قالوا بأني أو علوم القرآن قالوا بأني هو أكثر وضبطا بين قوسين أكثر وضبطا من شعب ابن عياش لكن شعب ابن عياش أكثر حفظا طب أكثر صدقا و أكثر صدقا و لكن سنشوف أن كده الشخصين في هذه الحلقة أن الشعب كان يقرأ بقراءة مختلفة عن قراءات طيب يعني مش هنسبق الأحداث السؤال هنا بقى يا أخي مالك راجل مجروح الرواية وهو حفظ كذاب مهمل إزاي يخدو منه رواية القرآن فأنا الشخص بيكون موجود بفكر يقرأ حديث لمحمد بني من كذب علي متعمدا فليتبوى مقاده في النار وشخص التوني يكذب في الحديث فإذا موقعه في النار فنتساءل أني هل يمكن أن يكون حفظ شخص في فئة الاتهامات أصحاب جرح والتعديل شككوا بقوة في مصداقيته ومع ذلك نقلوا من رواية أنت طرحتي السؤال وجهي لماذا لم يأخذوا من شعبا بن عياش لماذا لم يأخذوا من رواية آخر سواء شعبا أو غير شعبا لماذا لم يأخذوا أم يوجد سؤال أم يوجد ما يسمى ما تحت الأكمل أو ما وراء الأكمل هل يوجد شيء مخبينه نعم هل يوجد شيء كان هو السبب في نقد حفظ بهذه الطريقة يعني بمعنى يوجد دوافع مجهولة عن حفظ يوجد شيء بتعلق بحفظ فاتخذ المسلمون أصحاب علم الحديث أو أصحاب جرح والتعديل قرارا بتشوي سمة حفظ عمدا لغاية ما هل يوجد أعلمة استفهام هل حفظ فعلا بشخصيته في شيء غامض هل ربما حفظ ينتمي إلى مذهب غير إسلامي عفوا غير سني ربما كان من مذهب شيعي على سبيل المثال على ما يبدو كان حفظ يبدو أنه كان من مذهب غير مذهب السني فقرر المسلمون أنه يغمضوا العين عن هالنقطة وما يحكو هالنقطة يعني أنت تقصد أن حفظ نعم شيعي نعم يبدو أن القراءة التي يقرأ بها عموما الأغلب المسلمون في العالم العربي والإسلامي قراءة حفظ والذي يعتقد كل المسلمون أن حفظ أن قراءة قراءة سني في الواقع ألا يبدو أن هذا الشخصية هو شخصية شيعية شيعية نعم إزاي بقى دليلك يعني نعم طبعا الدليل رغم أني طبعا إذا رحنا في كتاب اسمه أعيان الشيع للأمين ماذا نقرأ في كتاب في كتاب أعيان الشيع للأمين هو يذكر كل الناس بمعنى الأعيان الناس الشخصيات التي محسوبة على الفكر الشيعية والقريبة من الفكر الشيعية ماذا يقول في كتاب أعيان الشيع للأمين حفظ ابن سليمان تعرفين به هذا كتاب عندي الشيع نعم هو كتاب اسمه أعيان الشيع بمعنى الشخصية الشيعية حفظ ابن سليمان أبو عمر الأسدي الغاضري المقرأ البزاز الكوفي طبعا نتذكر أنه البزاز منتو بقى في أصحاب الإمام الصادق يعني الرجل عتبرا من أصحاب الإمام الصادق بمعنى جعفر الصادق الإمام الشيعي إذن فهو محسوب عن الدائرة المقربة للإمام الصادق للإمام الشيعي السادس فإذن هو محسوب عن الدائرة الضيقة من الدائرة الشيعية يعني من أصحاب الإمام الصادق وليس فقط الشيعي إذن من الأصحاب هو رجل كان درج في سلك الدائرة الشيعية الخاصة وليس من الشخص صادق ولهذا السبب أكثر من يعني يعتبر هذا الشخص في كتاب مثلا عن أعلام الخلاف بمعنى المصادر بتحكي على أنه هو الشيعي فبعتبروه من أصحاب الشيعة وتوصي على سبيل المثاله والشخص كمان معروف كثير يعني أرسوزوكسي أو متمس بمعنى متشدد في العقيدة الشيائية أو جعفر التوصي أدرجه في ضمن قائمة أصحاب جعفر الصادق في مكان آخر ماذا نقرأ عنه نقرأ في كتاب عنه اسمه كتاب تلخيص التمهيد تعليف محمد هذه معرفة هو ذكر في هذا الكتاب ذكر ناس من أصحاب جعفر الصادق ذكر مجموعة من أصحاب جعفر من هم من هذه المجموعة ذكر مجموعة من ناس الحففصة كلهم نعم طبعا هو أذكر بالأبجدية ذكر بالأبجدية أصحاب جعفر جعفر بن محمد الصادق ذكر في القائمة اللي رقم 180 حافص بن سليمان صاحبنا أبو عمر الأسادي الغاضري المقرأ البزاز الكوفي أسند عنه بمعنى نقلة شيعية كانت أخبار نقلة علم فإذن الرجل المصادر الشيعية الكلاسيكية تضعوا في إطار الشخصيات الشيعية الموجودة من أصحاب الإمام السادس فإذن هو من الدائرة المقربة طيب يعني هما تقصد هما تم التشنيع عليه بسبب أنه شيعي؟ هذا الأمر منطقي لماذا تم التشنيع عليه الشيعية؟ لأنه الشيعي الفكر الإسلامي عنده نقطة الفكر السني لا يقبل الأخذ من رجال الشيعية والعكس طبعا صحيح أيضا الشيع لا يقبل الأخذ من السني لأنه يوجد أزمة ثقة بين الطرفين ولا يقبل الفقه أو الاستناد للطرف الآخر فيه بالفكر السني السؤال طرحوا أهل السني أو علماء السني طرحوا السؤال نقاش هل يا ترى إذا نحن عندنا خبر أو حديث نقلوا شخص ألنا من غير السني فهل نقبل به أو لا نقبل به؟ يعني كان هذا السؤال إذا أجانا شخص خارجي أو شيعي أو أي حاجة ولكن ليس سنيا هل نقبل في الحديث الذي يقلنا يا أملا شخص من الشيعة أو من الخوارج أو من الجبرية؟ هؤلاء الناس قالوا لا عند السنة يسموا أهل الأهواء عندما يكون شخص غير السني أهل السني يسمون أهل الأهواء فقالوا فريق قال ممكن يعني نقبل منه ممكن نقبل منه إذا كان شخص ثقة واثقين أني ما رح يكذب طيب فريق حتى يكون منصفين ولكن اللي قبل منهم من أصحاب الأهواء من ضمنه أبو حنيفة ماذا يقول أبو حنيفة؟ يقول أبو حنيفة يقول أني نحن نجيز رواية أصحاب المذاهب ولكن إلا الشيعة لا نأخذ منهم يعني يقبل يمكن من المعتزلي أي حد إلا الشيعة يعني بمعنى أن أنت مثلا أن سني الذي يقول نقبل من أهل الأهواء قد يقبل من المعتزلي لأنه من أهل الأهواء من الخوارج من أي حاجة ولكن الشيعة لا طبعا شرط قال إذا كنا واثقين أنهم لا يكذب نقبل منه إلا الشيعة هكذا يقول أبو حنيف إلا الشيعة لأنهم لماذا يوجد نظر بأن هذا الرجل شيعي فإذا هو يكره الصحابة يكره الصحاب الأواء يكره عمارة وأبو بكر وبالنتيجة هو ليس سيقى بنسبة لنا حتى لو كان لم يكن أكذب الفريق الثاني لحظة الفريق الأول رغم أنه قال ممكن نأخذه ولكن استثنى الشيعة الفريق الثاني قال لا لا نأخذ لماذا لا نأخذ قال الفريق الثاني قال أني لا نأخذ لأنه نحن يقول رواية المبتدأ وشهداته لأنه فاسق بفعلي وبجهلي وبتحريم فعلي ففسقه مضاعف وبالوليد الباجي أيضا من أصحاب هذا الرجل إذن الباجي أيضا الشخص يقول بأن أيضا لا نأخذ أي يقول على سبيل المثال الباجي يستشاد وهل طيب نحن نقبل إذا إجانا شخصية هودي أو مسيحي وواثقين أني صادق هل نقبل الرواية اللي بحكينا عن دينه لا نقبل لأنه باتقادنا أنه هو على غير حق فنفس الشيء نطبق على كل غير السنة بما أنه عنده يعني عقيدة خاطئة أو ضالة فنحن لا نقبل منه طيب أخي مالك تفتكر أن شعية حفص هو لما خلقت اللي حصل التلبيس اللي حصل ده حصل أنهم يقبلوا القرآن منه نعم وما يقبلوش يعني فص أنت عارف عمال بتتكلم وأنا عمالها طيب إزاي ده القرآن ده الأولى منهم يتفحصوه وتمحصوه نعم صح صحيح يعني يقبلوا الحديث القرآن ما يقبلوش الحديث نعم طيب ده ممكن يكون سمو بإيه صحيح المتبعتي يعني إزاي يعني من هو الأكتر المفروض ياخدوا بيه إذا نحن بما أني قلنا أن حفص هو الشخص شيعي وحتى شخص محمد هادي ما عرفه في كتاب وطلخيص التنمي يقول يعتز يعتز عن القراءة الشيعية يقول أما القراءة الحاضرة أي قراءة حفص فأي قراءة شيعية خالصة روها حفص وهو من أصحاب الإمام الصادق هذه أهم نقطة عن شيخي عاصم وهو من أعيان شيئات الكوفي مرة تاني الشيخ السلامي وكان مخواص عليه عن أمير المؤمنين عن رسول الله فإذن بما أن الشيع الرعاية الشيعي القديم يعرف أن حفص كان هو من الخاصة بتوع أبو جعفر أفل جعفر الصادق جعفر الصادق إمام الشيعي السادس فإذن والفكر السنية هو لا يقبل عموما الأخذ من الشيع الحديث فهدخل في متها المتها الأولى إذا أخذ من الحديث من حفص فنحن واعتبر حفص صادق فأكيد بمعنى حفص الشيعي فعنده اتجاه معين في رواية حديث لن يكون مقبولا عند السنة فاتخذوا قرار أن خلينا نضعف نلغي حفص من ناحية الحديث حتى ما يدخلنا الفكر الشيعي للثقافة السنية أو الموضوع سياسة نعم لأنه من الممكن هذا الشخص كونه الشيعي حيدخل الفكر بتاعه جوه أنا ممكن لو أنا كنت شيعي وكنت روي للقرآن ومفسر للحديث أو روي للحديث فأنا في القرآن بذكر القرآن وإذن عندما آتي للحديث فأذكر حديث المذب الخاص فيني فأكيد حتى يسحبوا منه البساط يمنعوه من خاف يغلغ نعم بص بقى يا أخي مالك يعني الموضوع ببساطة شوف بقى اسمع الحديثين الموضوع ببساطة السلطة والمذهب بتاعهم أهم من القرآن صح ليه بقى ليه بقى لأنه هم خايفين التشيع بتاعه يدخل فيه ضمن المذهب بتاعهم بس مش مهم بقى القرآن المهم الوضع بتاعنا السني نعم وهذه نقطة في الحقيقة كان مدركني إلى الأوائل يعني أنا بذكر الشهاد موجود في كتاب السني بين الأصول والتاريخ تاريخ الزوائب يقول بإني ابن زائد ابن قدامى الثقافي زائد ابن قدامى الثقافي الذي توفيه سنة 161 هجرية يقول لا يقبل رأي أصحاب المذهب غير السن لماذا لأنه الخشية من أن يجعلهم مراجع كبار فيسمح لهم موقعهم أن يكونوا مراجع فيغيروا ويبدلوا بالزبط يعني السلطة بتاعتهم يعني في النهاية برضو خايفين على المنظر بتاعهم نعم فإذا صار عندهم الحل الحل على شكل تالي طالوا طيب بما أني صارت خيراته حاضرة وقوية فهي واضح أني كانوا مع حفص عندهم مشكلة حفص لسبب من الأسباب صارت قراءة السائدة فالغاء كان صعب فكيف تعمل معاقل وطيب عن نحل من نعتبره من نعمل تكتيك من جرحه كشخص ومن كذبه في الحديث حتى نقلم الظافره ونقصقصه ما يأثر على الفكر السني ونضغاض عليه في القرآن نعتبره أني من أصحاب الحديث ونقول أنه يعصر من أصحاب القراءات قراءته جدي يعني شزبوه قصقصوه بحيث أن فقط نحن نركز عليك قارئة للقرآن ويلغوا الجوانب الأخرى الخاصة فيهم شياية الرجل يعني إذن كده أخي مالك برواية حفص في نظرهم أنها ما بتخرش الميا بالنسبة يعني ما بتخرش الميا يعني تمام يعني مية مية ما فيهاش أي مشكلة المشكلة لما نفكر طبعا أنا أعتقد كانت قراءة أثبتت حضورها فأضطروا يقبلوا فيها أما بالنسبة أني ما بتخرش الميا بمعنى أن هالقراءة غير قبل النقد في الحقيقة لو ابتعدنا عن الجوانب الصراعات المذهبية شعية هذا الرجل أو سينة الرجل فبنكتشف أني لقراءة حفص مليئة بالأخطاء والعيوب والضعف المنهجي نحن ممكن نقول أن عندما جموعة يعني من إشكاليات قراءة حفص لما رحنا نفكر أني طيب أنت ماذا قرأت قلت هذه رواية حفص عن عاصم بالزبت يعني من روانا القصة أو القرآن شخص اسمه حفص صح من هو عن عاصم فأذا لدينا راوي واحد السؤال هل هو راوي واحد المسلمون سواء السنة والشاع يقبلون الراوي الواحد لا يقبلون الراوي الواحد في عالذة نحن أخط فرحة إذن أنا مشكلة المنهجية الخبر الواحد هذا أو راوي واحد ممكن تسألي ما هو الخبر الواحد أو ما هو الأحد خبر الأحد هو بيسموه خبر الأحد والواحد فإذا فكرنا نحن وحفص قدمنا رواية بخبر من خوة وحيد بالزبت طيب إذا نحن رحنا لتعريفات البسيطة أبسط تعريف موجود للخبر الأحد نقرأ أنا الأحد الأحد هو غير متواتر أمر مفهوم طيب أمت بيكون عندنا الأحد الأحد عندنا ثلاثة أنواع من الأحد الأحد المشهور لما بسكروا ثلاثة كويس ثلاث أشخاص وأكثر اسمه أحد ده أحد وحتى أكثر لأنه السلام يبلغ ثلاثة فيما فوق اسمه أحد طبعا هذا التعريف موجود في كتاب مصطلح الحديث للعثايمين شيخ العثايمين هذا أبسط تعريف موجود للحد لأنه نحن لدينا إذا دخلنا في كتاب الحديث اللي بيقول عليه متواتف نعم فنحن لدينا تعريف معقد ولكن أبسط تعريف موجود عند شيخ العثايمين مصطلح الحديث يقول الأحد في مقسم إلى المشهور فوق ثلاث أشخاص في عنا الأحد العزيز لما بيروه شخصين طيب في عنا الأحد الغريب لما نكون راويه واحد فقط طيب أحد لو نحن أخذنا هذا التصنيف ونروحنا لرواية حفظ فأي أحد فنمرة ثلاثة اللي هو واحد فقط وهذا يعتبر أسوأ أنواع الأحد يعني هذا الأحد الأقرب للضعيف ده نحن نتكلم يا جماعة على القرآن ليس نتكلم على الحديث دلوقت نحن نتكلم على القرآن رواية حفظ هذه واحد يعني أحد الغريب يعني هذا يعني العلماء الحديث يعني يمكن يعتبروا صفر قيمته في علم الحديث بالزبط يعني أقرب للضعيف صار إذا رحنا إلى خبر الأحد والمسلمين كيف نظرت للخبر الأحد حتى لو كان مشهور مو فقط أحد الغريب الأحد المشهور منلاحظ على الشكل التالي المعتزلة الخط العام قالوا بإني نحن لا نقبل خبر الأحد عموما حتى لو مشهور لأنه هذا يتم أحد يتم في مجال الخطأ يتم في خطر المجال الخطأ ويتم في مجال للتدليس والكسب في يوم مجموعة أخرى الشياء بنفسهم انقسم وقسمين قسم قال لا من ضمن الشريف المرتضى بالحرف الواحد ماذا قال شريف المرتضى شريف المرتضى المرتضى الشياء الشريف الرضى يقول أتبر أن أخبار الأحد لا توجب علما ولا تثمر يقينا حتى لو كان مشهور حتى لو ثلاثة مهما مدام أحد مش موافقين علي فإذا الشياء انقسموا إلى مدرسة قال الخبر الأحد هذا قيمته صفر هو ما يعطينا علم ولا يعطينا اليقين نحن لا نقبل في خبر الأحد قالوا لهم من السنة أن تعمل كذا وكذا وجدت أشخاص أصحاب هذه المدرسة المعتزلة وجزء من الشاي يقولوا لا لا نقبل في هذا الكلام ده في الحديث كمان يا فندم ده في الحديث مرفوضين في القرآن قبلوه ازاي ايه الإشكالية التانية بالنسبة للحظ طبعا الشياء قلنا أني مقاسمين أنا فقط لا أكد أني توجه الشيائي جزء منه لأنه سيرا لخطة بعض المعتزل وغيرهم يؤكد على أني خبر لأحد صفر لدرجة أني نحن صدر في العام 2017 حديثة نسبيا أو 2016 ربما على الأرجح 2016 كتاب اسمه حجية الحديث تأليف حيدر رحمه الله هذا الكتاب أكثر من 700 صفحة يفند المحاججة أو الاعتبار خبر لأحد أنه خبر مقبول يعني هو يقول أنه خبر لأحد لا يقبل به بالزبط نعم فإذا فالإشكالية فإذا اخت فرحمة ما سألت دي الإشكالية الأولانية بنكلمنا أنه خبر أحد أنا سأطرح أسلم ما زلنا في خبر أحد إذا كان علماء الحديث في حديث قصير سطر أو سطرين أو حتى يعني كلمة ولو كلمة مدام أحد يقولك لا صفر طيب فكيف أنت عندك نص كرآن 400-500 صفحة نقل فيك في أحد بالزبط طيب ومنه وأحد وأحد غريب أدنى مستوى الأحد السؤال الآخر طيب حتى لو قلنا أنه استثنين الخبر الأحد لأنه حالة خاصة بسبب حفظ بسبب كذا السؤال هل حفظ كشخص حتى لو قلنا صادق أنا سنلغي أن نعتبره صادق بمعنى الأرجح والتهم بالكذب لأنه الشعي نعتبره صادق ونعتبره أمين ولكن هل عنده المؤهلات كشخص واحد ينقل بذاكرته وبملكاته الفردية ينقل نص بحجم 500 يعني نحن نعرف كيف دونه وكيف سجله ومين راجع مع النص أنا اليوم لما أكتفرها بكتب مقال صغير عنوانه خمس صفحات فبحتاج شخص أو شخصين شخص يقرأ يقول لي لا أنت هنا شرادت طبعا طبعا فبعشر صفحات أو خمس صفحات نحتاج من ما بالكل يقرأ معي ويقول لي أنت أخطط هنا لغويا وأنت هنا فأكد أنت تنقل نص كامل بخمسمائة صفحة لا يوجد معك فريق يدقيق معك حتى لا يوجد كمبيوتر طبعا الإشكالي الثاني المنهج القائم طبعا ما هو المنهج القائم في يعني في اختيار قراءة حفظ السؤال ما هو المنهج أنا هذا بيري إشكالي الثاني منهجية نقل المصحف نقل القرآن إذا مروا عن منهجية منلاحظ أمر خطير ماذا يقول أنا التلميذين أكبر تلميذين العاصم شخص اسمه حفظ وشخص ابن عياش ماذا يقول المسلمون كتب الجزري والزهبي وغيرهم سمت اختلافهم بين قراءة حفظ وقراءة ابن عياش في 520 حرف يعني 520 موضع الاثنين مختلفين أكبر تلميذين استنى استنى وانت هتكلني كده لا يعني عاصم علمي اتنين نعم واحد اسمه حفظ والتاني اسمه ابن عياش عاصم نفسه الده اللي اتنين دولة لقوا فيه فرق ما بين قراءة ده وقراءة ده 520 حرف مختلف نعم تفضل طيب السؤال أكبر تلميذين أكبر تلميذين أو أكبر الشخصين نقلوا قراءة يعني عاصم كان عنده اختلاف بـ 520 ما هي الأسباب خلينا نشوف يعني محلل تفسير هذا الاختلاف شوف الحجة نقرأ بهذه الحجة يقول أني لما انتبه حفظ لهذا الاختلاف بينه وبين عاصم عاصم بينه وبين ابن عياش فرح لعند استاذ عاصم سأله لماذا أنا وبين عياش مختلفين لماذا عني 520 قراءة يعني ما هو الجواب عاصم رد عليه ما هو الجواب أقرأتك بما أقرأني أبو عبد الرحمن السلامي عن علي عن أبي طالب قال له يعني قال أنا جبت لك من المصدر علي أنت مصدرك علي يا حفظ حفظ علي أخذ من علي أو بمعنى الاستاذ النهائي علي وأقرأته لأبن عياش بما أقرأني زره بن حبيش عن عبد الله بن مسعود هو يدعي أني وابن عياش قرأته عن جايا من القدر بتاح ابن مسعود طيب لحظة تهافت الرواية أو المبرر شخص عاش سنوات في كنف عاصم وكان بتعلم بكنف وكان يسكن قريبه سواء ابنه بالتباني أو ابن زوجته حسب اختلاف الروايات وبنفس الوقت فيه ابن عياش يتردد يتعلم من عاصم ما كان بيعرف كل هالسنوات أنه فيه هو يتعلم من قراءة مختلفة فأكيد لازم يدرك يعني شخص صار قرر للقرآن ويروح يقله للأمصار بعدين ما بيعرف أني بأي قراءة يقرأ بالزبط يعني أنا الأستاذ وأعلم الناس من مكان وبعدين يكتشف اكتشاف الأخير ايبس أنا أنا من علي هيا بقراءة ولا خبر 25 حرف السؤال الآخر ما هي الزاكرة الخارقة الذي لدى عاصم أيضا أن بنفس اللحظة يعلم هذا قراءة وهذا قراءة طيب نحن عن ذاكرته عن شي مكتوب ما هي المادة طيب المادة اللي عنده إياها من أين أتب بها كيف كان هو يميز هاي قراءة حق ها دي حفظ ده علي ده عبد الله بن مسعود طيب السؤال الآخر بيخبرونا أنه هو عاصم كان عنده أكتر من قدرة يتعدد في القراءات فلماذا يعتبرون أنه هو المهر في هالقراءات لماذا يكون مرجعية يعني ما خدوش ابن عياش ليه بنرجع للإشكال أنه هو كمان خبر أحد وخبر أحد نعم عرفتوا بقى إيه الحكاية الحكاية إن حفظ للراوي ده الراوي للمصحف ده ده خبر أحد المصحف ده خبر أحد دي نمرة واحد نمرة اتنين حفظ كذاب تلاتة عاصم اللي علم حفظ راح معلم واحد تاني اسمه ابن عياش بطريقة تانية بدرجة إن فيه فرق ما بين قراءة ده وقراءة ده خمسمية وعشرين حرف حفظ كان مهمل حفظ من أصحاب العلماء الجرح والتعديل قالوا ده كذاب إيه وكمان أقول لكم القصة إيه وكمان شيعي سلام عليكم طلع شيعي حفظ طلع شيعي كل سنة وانتو طيبين يا شيخ الأزر ماسك المصحف بتاع حفظ اللي هو طلع شيعي وتقولوا على الشيعة كفرة شكرك أستاذ مالك المجهود الرائع ده ونشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله في القرآن دراسة وتحليل شكرا للمشاهدة